اعلن نادي الاتحاد السعودي تنظيم احتفالية لجماهيره قبل مباراة العدالة العاشر من فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري على ملعب الجوهرة المشعة وقال نادي الاتحاد السعودي في بيان رسم له اليوم انه سوف يتم الاحتفال بلقب السوبر السعودي مع الجماهير قبل مباراة العدالة العاشر من فبراير المقبل بعد دورهم الكبير والمؤثر في تحقيق الفريق اللقب وكان نادي الاتحادي توج بلقب السوبر السعودي لاول مرة في تاريخه بفوزه على الفيحاء بثنائية نظيفة الاحد الماضي يشار الى النادي الاتحادي فاز على النصر بثلاثية مقابل هدف في نصف نهائي السوبر السعودي قبل تخطي عقب الفيحاء في النهائي وسيواجه نادي الاتحادي نظيره الطائية السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي ويحتل نادي الاتحاد المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد واحد وثلاثون نقطة بعد أربعة عشر جولة في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو